هذا الشريط الصغير من الأرض لم يكن قط قضية أرض بل قضية كل إنسان سوي الفطرة ويأب الظلم فحتى ونحن صغار لا نعي معنى الصراع بعد أتذكر أننا كنا نبكي ونتألم للمشاهد التي كان ينقلها إلينا على استحياء التلفاز لقد كانت قلوبنا في المكان الصحيح لم نكن بحاجة لمشاهدة مئة ألف مقطع فلقد عرفنا أين نقف ونحن أبناء تسع أو عشر حلقة اليوم مختلفة مؤلمة فالموضوع الشائق وسنتناوله من منظور مختلف تماما بعيدا عن البكائيات والكلام العاطفي والنبوآت سنتحدث لأول مرة عن القضية عن مسؤوليتنا أنا وأنت عن جدوى ما نقوم به اليوم وعن أسباب التمكين لا أشك للحظة واحدة أن هناك من سيكرهنا بعد هذه الحلقة لكن سأقول ما لدي بكل أمانة وأسجل موقفا ندين به فإن وفقنا فذلك ما كنا نبر وإن ضللنا فلا نضر القضية شيئا مرحبا معكم رحال من مجتمع بايثون العربي بداية هذه الحلقة جرى الإعداد لها بعد الأحداث الأخيرة مباشرة ولكن جرت الأقدار بما لم يكن في الحسبان وأصبت في حادث سير أجريت على إثرها عملية جراحية كما ترون هذا سبب الغياب وشكرا لكم ولكل من سأل ولكل الأحباب وحتى من لم يسأل وقتكم ثمين سندخلوا في الموضوع مباشرة على بركة الله رغم إيماني الشديد أن القضية هي رمز للصمود والعزة والكرامة إلا أنني لا أستطيع أن أقول ذلك وأصمت فالقضية أيضا واسمة عار وذل في جبين ملياري مسلم ورمز للخذلان والهوان يتعايش معه اليوم أكثر من أربعمائة مليون عربي فالقضية التي رفعت شأن الصامدين هناك تحت القصف هي ذاتها القضية التي جعلت بقيتنا نبدو أصغر وأحقر من أن نهاب أو يحسب لنا أي حساب فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل هذه النبوءة عمرها أكثر من أربعة عشر قرن نعم لكن خلافا للتراث الذي حمل المسؤولية بالدرجة الأولى للأفراد فإن السردية الشائعة التي نتناقلها اليوم تختصر أسباب الوهن والنكبة في عدو خارجي محتل يطلقون عليه الكيان مدعوما بالغرب وعدو داخلي يتاجر بالقضية ويفتح الباب لللس هذه السردية تختصر الصراع في مصرح صغير لا دور لنا فيه متفرجين بلا حول ولا قوة ننام مطمئنين ونحن نقول بأننا لسنا السبب فيما يحصل ولو فتحوا لنا الأبواب لو وقفنا هناك وقفة للتاريخ كالعادة نتفرج وننشر منشورين نتعاطف فيهما مع الضحية تارة ونتوعد العدو تارة أخرى ثم ننام بعدها مطمئنين لأننا فعلنا واجبنا هذه السردية العاطفية التي تبناها الجميع اليوم تلغي مسؤوليتنا فيما يحصل كأفراد لا تسيء فهمي فنحن ما زلنا نحمل المسؤولية للاحتلال وأذنا به الاحتلال وأذنابهم موجودون في كل مكان وفي كل زمان وسيبقون كذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها لكن وجودهم لا يفسر بالضرورة حدوث الهزيمة وجودهم وتغيانهم في الأساس يتطلب سيادة حالة من الضعف والوهن تنهشنا من الداخل وحين أقول من الداخل فأنا بكل صراحة أقصد نحن أنا وأنت نحن التغيير الذي يجب أن يحصل نحن الفرق إذا كنت لا تريد أن تتقبل مبدأ أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ولا تؤمن بأن لك دورا فلا يوجد داعي من متابعة الحلقة لأننا سنتحدث أكثر عن الوهن وعن دورنا فيما يحصل عن مسؤوليتنا تجاهها والأهم كيف يمكننا أن نصنع التمكين حياة الوهن في نظر ابن خلدون الأوقات الصعبة تصنع أشخاص أقوياء الأشخاص الأقوياء يصنعون أوقات جيدة الأوقات الجيدة تصنع أشخاص ضعفاء والأشخاص الضعفاء يصنعون أوقات صعبة ثم تصنع هذه الأوقات الصعبة أشخاص أقوياء مرة أخرى أستطيع أن أقول أننا بكل تأكيد نعيش في المرحلة الرابعة أوقات صعبة وأشخاص ضعفاء أشخاص يعتقدون أن الوضع سيزول تلقائيا يتحدثون عن نبوآت زوال الكيان الغاصب أكثر من حديثهم عن الكيفية التي سيزول بها وكأنه سيتعب فقط من قتلنا ويرحل ببساطة المرحلة الرابعة التي تكلم عنها ابن خلدون هي مرحلة متقدمة من الوهن نعيشها اليوم العامة يعتقدون أنها نتيجة مباشرة لموجة الاحتلال الغربي التي شهدها العالم العربي بينما يرى المفكرون العكس بأن موجة الاحتلال هي أصلا جاءت نتيجة واضع من التحلل وانقسام والتخلف العلمي والتقني حيث كانت حياة الكثير من المجتمعات العربية أشبه بحياة الهمج لو لا بقايا من تعالم الإسلام لم تكن هذه الدولات قادرة على تسخير ثرواتها وتسليحها بل كانت جاهلة بقيمتها فجاء الغرب بعلومه وتقنياته فبنا منها ترصانة قوية أخضع بها بقية أمم الأرض لم يكن العرب طيلة أيامهم كذلك فقد كانوا متقدمين علميا وتقنيا في مرحلة ما وكانوا أولي بأس وقوة دانت لها عروس الروم والفرس والكثير الكثير من العلوم التي يسود بها الغرب اليوم كان لهم فيها فضل السبق وهذا يعترف به العدو قبل الصديق وشهادة للتاريخ فكل العصور التي اهتم فيها العرب بالإسلام أو بالعلم كان لهم فيها السيادة والنصر على كل أمم الغرب وكل عصور الظلمات والاحتلال كانت إبان عصر من رعاية أرباب اللهو والطرب وكلة اهتمام بالعلم والعلماء إذن وبدون شك نتفق على أن حالة الوهن والذل هي سبب مباشر لما يحصل فينا من احتلال ومجازر أنا لا أحمل المسؤولة للضحية التي سقط عليها البيت معاذ الله لكن بقيتنا كأمة نتحمل جزءا كبيرا من مسؤولة الأوضاع التي صنعت حالة الوهن الأوضاع التي جعلتنا غصبة ولقمة سهلة بل دماء رخيصة لأي شرذمة لا تاريخ لها ولا حاضر إذن ما سبب هذا الوهن الذي نعيشه اليوم وكيف نخرج منه ألف الكثير من المفكرين والمستشرقين في هذا الباب لكن بحثنا سنبنيه على ملاحظتنا للواقع الذي نعيشه ثم على كتابين أحدهما كتاب أبي الحسن النذوي واسمه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين وهذا الكتاب كان من المفترض أن يكون عنوانه ماذا خسر المسلمون والعرب بضعفهم لكن الكاتب عليه رحمة الله كان له رأي آخر والآخر كتاب لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم لأمل البيان السيد شكيب أرسلان المفكرين من المتأخرين الذين قاموا ببحث عميق وتحليل شامل للموضوع لا يكاد يختلف معهما فيه باقي المفكرين والعلماء بناء عليه يمكن إيجاز عوامل للانحطاط وأسباب الوهن التي أدت إلى استضعافنا في التالي أولا الجهل المركب وانحطاط جودة التعليم منذ لحظة وصول المحتل حتى اليوم لا زال الجهل من أعظم أسباب التأخر والوهن لا تقع الملامة فقط على النظام التعليمي الذي تم تصميمه لتخريج نماذج منحطة ينتهي بها المطاف ثانية في المنظومة لتعليم أطفالك بل إن الملامة تقع كذلك على الفرض العربي الذي لا يشغل العلم حيزا من تفكيره فهو كما يقول ويبرر مواطن مقهور وقته وشغول بكسب العيش لا يملك طرف الاستثمار في المعرفة وفي ذات الوقت نشاهد هذا المواطن المقهور يستطمر آلاف الساعات والجنيهات في الترفيه والكرة يتسبع التافيهين وسقة القوم ويصنع منهم نجومة إذا كذبتني فكر قليلا ثم أعطني اسم عالم عربي واحد ثم فكر قليلا وأعطني اسم لاعب كرة أو مغنية أو مؤثر وتفرج كيف ستحضرك الأسماء الأدهى من ذلك أن هذا المواطن يطمع في هؤلاء التافيهين الذين رفع أن يدافعوا عن قضاياه وأن يكون لهم مواقف والمؤسف أكثر أن العالم العربي عبارة عن بيئة غير مشجعة للعلم والابتكار فبعض الجامعات تنفق على حفلاتها أكثر مما تنفق على مختبراتها وما ينفق على ندوات وزراء التعليم وخرجاتهم أكثر مما يستثمر في العلم والبحث هذه الأسباب وغيرها تدفع العقول والكفاءات للهجرة والسبب بشكل عام عدم تقدير العلم وهذا بدأ منا كأفراد قبل أن يتجدر في الخواصة والحكومات الحل هو أن نبدأ نحن كأفراد بتقدير العلم وتخصيص وقت للتعلم والتعليم وأن نعلم الأجيال القادمة أن العلم لا يتلخص في إتعاب المؤخرات على الكراسي المهترئة للمدرسة علموهم أن ذات اليوتيوب الذي يستخدمونه لمشاهدة الفضائح والتافهين يمكن استخدامه لتعلم أي شيء بذات السعر وبدون زيادة في الكلفة وأن متابعة شيء مفيد لا يتعارض مع المرح والاستمتاع بالحياة فالأمر في الأخير يدور حول بناء حياة كريمة يمكنك الاستمتاع بها لاحقا ثانيا التخلف التكنولوجي يقف التخلف التكنولوجي على ثلاثة أركان الجهل وقد تحدثنا عنه الثاني الكسل والخمول الثالث التواكل والاعتماد على الغرب وهذا التخلف التكنولوجي من أبشع نتائجه التبعية للعدو وتقدمه علينا عسكريا واقتصاديا إنه يحولنا إلى مجرد سوق الله إننا ندفع ثمن الرصاصة التي يقتل بها الصغار والأبرياء ولا نستطيع فعل أي شيء بخصوص ذلك نعم المواطن العربي بحسه العاطفي يقاطع بعض الشركات وهي خطوة جيدة ولكنها مواقعة للأسف فسرعان ما يلهث هذا المواطن بعد نهاية القصف إلى تلك الشركات بنهم أكبر وكأن شيئا لم يحصل ألا تلاحظون أن عدد فروع تلك الشركات في ازدياد للعكس؟ لا أقول أن المقاطعة غير جيدة ولكن أريد أولا مقاطعة حقيقية دائمة ونهائية مما يسمح بظهور وازدهار منتجات محلية قادرة على البقاء والمنافسة الأمر حصل في الصين ويحصل الآن في روسيا أنتم كأفراد مسؤولون بالدرجة الأولى وبشكل مباشر عن التوقف عن استهلاك هذه المنتجات الداعمة للاحتلال ثانيا للأسف لا يمكن مقاطعة كل المنتجات التكنولوجية الغربية حاليا ولكن يجب علينا أن ننفض غبار الكسل ونحاول الاستفادة منها لبناء منتجات خاصة بنا فغالب تلك المنتجات التي يتم تسويقها تم بناء وعلى تقنيات مفتوحة المصدر يساهم فيها العالم كله وليست ملكا للغرب ولا الشرق وكان من الجميل رؤية المقاومة تستفيد منها فحاولوا أصدقائي أن تنتجوا وتتعلموا فنحن العرب من أقل المساهمين في البرمجيات المفتوحة المصدر وهذا بالتالي جعلنا أضعف من القدرة على الاستفادة منها أو استغلالها بعض السخفاء الآيسين الذين ينبهرون بقوة الغرب ويدعون أن انتصار المسلمين على الغرب كان ممكنا لكن قبل التقدم التكنولوجي وقبل المدافع والطائرات والذبابات الغرب انتصروا بالعلم والعلم اليوم بين أيدي الجميع إلا من أباء ثالثا عقدة النقص والجهل الجهل والتخلف وانتجان عقدة النقص في النفسية العربية فمن ينظر في حالة غالبية صبيان الغرب وفتيانهم يجزم قطعا أنهم ليسوا أذكى من صغارنا بل العكس تماما لكن حين تتحدث معهم ستجد أنهم خلاف صبياننا يتميزون بطموح ورغبة جارفة في تحقيق أهدافهم وهم متأكدون أنهم يستطيعون ويمكنهم أن يصبحوا أي شيء يريدون في المقابل في عالم عربي تجد نفسية الطفل غريبة جدا الأطفال هنا لا يثقون بأنفسهم ولديهم ولعن أغرب بصور السلطة يكاد يكون من المستحيل أن تجد طفلا يحلم أو يتمنى أن يصبح عالما بل العكس تماما معظم الأطفال هنا في سن مبكر يحلمون بأن يصبحوا شرطة وغالبهم يكبرون قبل أن يجدوا حلما أو هدفا أو معنا لحياتهم هذه الحالة النفسية يتشاطرها الكبار أيضا مع الصغار إذا لم يكون السبب في كل هذه العقد أصلا فالأم التي تستمر بإخبار طفلها بأن ابن جارتها أفضل منه والأب الذي يخبر أبنائه أنهم لا يملكون مقومات النجاح نماذج شائعة لدينا ومع عقدة النقص هذه تأتي عقدة إعجاب قولهم بالغرب فكل شيء غربي هو شيء راق وبديع ويستحق التقليد وكيف أن الغرب طيبون وأن العرب أقل مكانه هذه العقدة بسببنا وبشكل غير مباشر جعلت الفرد العربي أقل إنسانية وأرخص دماء مما يجعل قتله أسهل رابعا الجبن واستمرار الظلم فبعد أن كانت الأمة الإسلامية وأشهر الأمم شجاعة وأكثرهم نصرة للمظلوم أصبحنا نرى كيف صار عاديا في معظم الدول العربية أن ترى منظر الظالم يقتاد الحر جورا ولا أحد يتكلم بل العكس تماما ستجد عزيزنا المواطن العربي يبرل للظالم ظلمه ويعينه على إخوانه ما دام للظالم رتبة ومكانه رب شاهد لا يشهد بالحق خوفا على نفسه أو رزقه وهكذا انحطت حتى أخلاق الجاهلية أصبح مقبولا السكوت عن الظلم بل قبوله وتبريره حتى الوقوف في صفه الحل لا تقف في صف الظالم ومن لم يستطع قول كلمة حق فلا يكون النعون للظالم منبرر لأفعاله خامسا اليأس والقنوط وقد انضم إلى الجبن والهلع اليأس والقنوط من رحمة الله من العرب فئات قد وقر في أنفسهم أن الغرب هم الأعلون على كل حال وقد وقر أيضا أنه لا سبيل لمغالبتهم بوجه من الوجوه وأن كل مقاومة عبت وأن كل مناهضة لهم تفريق للمسلمين وإثارة للفتنة ولم يزل هذا التهيب ويزداد ويتخمر في صدور المسلمين أمام الغرب إلى أن صار هؤلاء ينصرون بالرعب وسار الأقل منهم يقومون لأكثر من المسلمين هذا ما يراه شكيب أرسلان وكان كقول المتنبي في ديوانه يرى الجبنة وأن العجز حزم وتلك خديعة الطبع اللئيم لا يجب أن نيأس بأي حال من الأحوال فحين نتحمل المسؤولية ونسعى للتغيير بدون شكل اليأس ما دمنا نؤمن أننا جزء من المشكلة فنحن ضمنيا نعترف بأننا نملك الحل سادسا البخل نحن العرب وإن كنا بالماضي أكثر الأمم سقاء وكرما فلقد أصبحنا اليوم أبخل الأمم في الخير وأكثرها تبدلا في الباطل أغنياؤنا لم يشبعوا بعد من أكل عرق الفقراء وفي ذات الوقت تراهم إذا صدقون على الراقسات وانفقون على السهرات واليخوت ومهرجانات الرياء وحتى الفقراء والطبقات المتوسطة منهم من لا يتورع عن أخذ قرض وإنفاقه كامل في عرس أو وليمة وقد سلف معنا كيف يمكن أن نرى الملايير تنفق على اللهب والكرة وحين يتعلق الأمر بنصرة المظلوم أو رعاية البحث العلمي يظهر الإقتار والبخل الحل في نظرنا بسيط جدا ولكنه صعب من اليوم يمكن التوقف عن إنفاق مالك ووقتك على أشياء تافهة أو على صورتك الاجتماعية ابدأ بالاستثمار في ذاتك وإن وفرت الكثير أو القليل تصدق ففعل الخير سيعود عليك بالخير بالمناسبة فوجبة واحدة غير صحية من هذا المطعم الذي يدعم الاحتلال قد يصل سعرها إلى عشر وجبات تشتريها من مطعم بلدي مما يعني أنك في بعض الأحيان قد تأكل أنت وتطعم معك تسعة أشخاص آخرين عشرهم صاحب المطعم وفي نفس الوقت تساهم في إفلاس من يقتل إخوتك لا أقول أن عليك فعل هذا دائما لكنها مجرد طريقة للتفكير إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وما زال هناك المزيد مما يجب أن يقال وأترك لكم هذين السؤالين هل من الممكن أن تكون القضية هي المفتاح لتغيير وعي المجتمع العربي والإسلامي هل يمكن لنا أن نتجاوز حالة الطحي والتفكك لنصل إلى مرحلة القوة والتمكين أخيرا أصدقائي قد أصيب وقد أخطئ لكن موقفنا من القضية ثابت ولن يتغير وإذا كان لديكم إضافة أو تصيب أو انتقاد يرى ترك تعليق وتذكروا القرض من هذه الحلقة هو الرقي بالعقل العربي والخروج من مرحلة الجمود والوهن التي لن يخرجنا منها بعد الله إلا نحن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته